في تفاصيل خطيرة بعد اعتراف ويامستار أمام الضابط القضائي بمدينة الدار البيضاء بتورط زوجها في القضية والأمر الذي يتعلق بالمسؤولية له في تصوير المقاطع السب والشتم والقطف في حق الملك وكذلك السلطات الأمنية كذلك إخوتي أخوتي ستكلم عن حقيقة النقل والشنوية للمستعجلات تفاصيل جد متيرة والتي ستعرفوها في هذا الفيديو إخوتي أخوتي كيف ما وعدكم إخوتي أنكم لا تنسوش البرتاج كذلك اللايك والشراك في القناة كذلك لا تنسوش تفعلوه من خلال تعليق ديالكم ونبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي داخل وخارج أرض وطن إن شاء الله لأكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله إخوتي أخوتي في إطار التحقيقات المتواصلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية وبعد معاينة الحالة النفسية للهيام ستار والأكيد الاعتراف الأخير اللي جعل لسان هويام ستار أمام الطابط القضائية واللي حاولت أنها تعترف بحقائق خطيرة ولأول مرة واللي ستستعجل باعتقال بونعالا هو زوج دياله أكيد هذه المعطيات واللي أكدتها أمام الطابط القضائي واللي كتأكد تورطه بالمشاركة في التصوير لمقاطع اللي كانت كتنشرها في المواقع التواصل الاجتماعي هذا الاعتراف إخوتي إخوتي اللي غيزيت من تأزم القضية للزوج ديالها ناهيك على اللايف اللي كان ذار بالأمس وكان حاول أنه يسعى بولاده قبل ما تدخل جمعية حقوقية وترفع شيكاية ضد هذا الزوج فكيف ما ترى إخوتي 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 هويام ستار اللي كانت تتكن للعذاوة للزوج ديالها بالرغم أنه هو زوجها وعنده معاهم وحلولية اسمته أمير فهي حالفة أنها دخلوا للسجن ودائما ساخطعتها دائما كتسبوه دائما كتتمنى للموت بالحادثة تسيروا بشي حاجة من هذا القبيل والآن لا يمكن لهذا هي مصدار أنها تدخل للسجن بوحدها أكيد ضروري أنها تجر معها يعني زوجي لها أبون عالا وهذا شيء يدخل في باب الانتقام هويام ستار اللي تركت الأبناء ديالها يعني عرضة للضياع وهنا في غدخل فعلا جمعيات حقوقية منظمات كذلك اللي غيتبنوا هؤلاء الأطفال لأنه هاد بون عالا يعني رمي قدش أنه يربي أولاده وأنه ما عندوش مسؤول يعني مي قدش على المسؤولية فأمني كانت هويام ستار هو أصلا ما قدش يعني أنه يتحمل المسؤولية فما بالوك إلا كان ببعده فهنا في خلاء أنه يخرج ويطالب الجمعيات بتبني الأطفال دياله كنا عارفين أن السلطات الأمنية بعد ما تم الاعتقال ديال هويام ستار يعني ونصحت أن هذا الزوج يعني أنه هو لربي أولاده لكن الحقيقة إخواني أخواتي هاد بون عالا بغي تفك من هويام ستار بأي طريقة لكن هويام ستار هتحاول تلفق لي تهم اللي هي أخطر بكثير اللي هي تصوير المشاركة يعني وكذلك الاتفاق على تقسيم ذلك المبالغ المالي اللي كانت تجيب من مواقع التواصل الجماعي والأكيد هذا شيء كله يعني أراه هويام ستار أي حاجة تحاول تطرق لها أمام سلطة الأمنية ومازال تكتف يعني من التحقيق مع هويام ستار قبل إحالتها أمام وكيل العام للملك بمدينة الضال البيضاء ثم ستكون بعض الحقائق وهي صادمة وصادمة جدا يعني بالأمس القريب كنا نظن أن هويام ستار فعلا يعني كتحاول أنها تبرر ذلك الخارجات ديالها العصبية ديالها بأنها مريضة نفسانيا لكن بعد إحالتها أمام الطبيب النفسي تبين أنها يعني سيدا ما مريضاش سيدا عادي جدا كأية والناس لكن هاتشي كامل الخارجات ديالها وهذاك الأدوية اللي كتقول بأنها كتشرب الدواء وأنها عندها أوراق بأنها مريضة نفسية نفسانيا فبتعبت الحال أي واحد راه تكمر بش أزمة نفسية ضرورة أنه كيشرب الأدوية في إطار العلاج في إطار الوقاية فالأكيد أنه يام ستار هذه الخارجات كاملة وذلك الشيء اللي كانت كتعمل في مواقع التواصل الإجتماعي يعني الفيديوهات الأوديوهات يعني كتستغل يعني الوقت يعني كتستغله دائما الوقت ديالها كتحاول أن تستغله ودائما كتحاول أنها يعني توصل إلى أكبر ربح يعني في المواقع التواصل الشيماعي وفعلا حسب بعض المصادر كيقولوا يعني كين فيها كتقول بأنها كتر من خمسة مليون في شهر كيلي كتقول عشر مليون في شهر لكن ما بيناش عليها أنقول لكم علاش لأنها والسيدة دائما كتحاول أنها تزيد يعني تلقى مساعدات من خارج أرض وطن يعني جالية المغربية اللي كان حيوها من أرض المنبر يعني دائما كي يرسلوا الهوية المسطار مبالغ مالية في الحساب لها كي يرسلوا لها حويجات لوليداتها لكن كنشوفوا أنها دائما كتكري منزل عادي جدا منزل اللي صراحة واحد غير موظف بسيط عامل بسيط يعني يقدر يكون يكري حسن من ذلك المنزل ناهيك على أساس أنها كتحاول تبيل أنني كنصبغ المنزيل كنقاد شي حاجة احتار الكوزينا را كنشتوق فهذا الشي كله داخل في إطار أنها تستعطف يعني المغاربة وكذلك الجالية المغربية من أجل المساعدة فهي كتحمق لهذه الحاجة اللي اسميها الفلوس وهذا الشي اللي يخلى أنها غير تخرج باللايف فات كيف مبغى تهين المغاربة والخطر بكثير والمفاجأ والغريب أنها توهين المتتبعين ديالها الفانزة ديالها توهينهم ومع ذلك يدخلوا ويتفرجوا فيها وهذا ليهو أمر خطير وخطير جدا أكيد إخواني أخواتي القادية ديالهو يمسطار غدا إن شاء الله بحول الله اللي غتكون يعني آآ أمام أنظار آآ الوكيل الماليك وبطابة الحال أرى غتكون يعني غتتبوح بشي أسرار لأول مرة سبق لي يو قلت لكم بأنه هو يمسطار ركيح من هاشي مسؤول فهي ما تعتقش أي حاجة غتقولها أمام الوكيل الماليك لأنها غتجر معها كل شي كما دار ويتشينوية فحتى هي يعني غتدير نفس تحدو نفس الطريقة والأكيد غتجر معها كل شي يعني لأنها هي داخل داخل الحبس فغتجر مع أي واحد فبخصوص القادية ديال ويتشينوية إخواني أخواتي ويتشينوية كما هو معلوم يعني شنا أطوار المحاكمة والتريبات اللي كانت داخل المحكمة أمام القادي التحقيق واللي بعض التريبات كتقول أن هاد ويتشينوية كان كي يحاول أنه كيتبادل السبق داخل المحكمة وهذا الشي اللي هو غريب وخطير وهذا الشي اللي خلى أن هيئة المحكمة القضاة أنهم اتخذوا هاد القرار ديال ثلاث سنوات لأنه أقصى عقوبة لثلاث سنوات برغم من هذا الشي كامل فنزلوا عليهم يعني بأقصى عقوبة ومارحموش هاد ويتشينوية لأنه كان كي يظن أنه راه غيخرج يعني بأقصى عقوبة لكن ثلاث سنوات اللي خلت عائلتهم كاملة يعني كينهاروك شي صخف شي صراحة هذا الشي لسانه يعني اللسان دياله داخل المحكمة بذكي سبب الشتم المعاطية بينه ما بينه من تعباس فهنا في كان رأي ديال القاضي التحقيق رأي آخر بعد ما ما ذال واحد مداولة راستغل قاس كتر من ثلاث سوية احتربعة سوية يعني راكم الشتوق مع طناش دليل أو طناش ونص عادة تم صدر الحكم فما داره في الكهواليس أنه ويتشينوية يعني بعد ما يعني سمع الحكم تعوه نهارو سخفه السيد صافي يعني ما قدش أنه ويزيد فان بعد ما أول ليلة يعني في السجن اللي دوزها سيد البكاء سيد منهار سيد ما بغاش يقول آآ لاش لأنه هذك الحكم كيقول بأنه حكم ظالم وأنه ميستحقش لكل الحكم وأنني يعني واحد مؤتير معروف كندير معاطية وهذا كواطرة الخبز اللي كنعيش به عابلتي طرق الخبز ده بتشوف يعني التجارة بالباشرة فيديوهات المنتشرة ما زال غا تعرفوه أكيد هاد ويتشينوية عاش يعني أتعس أيامه آآ في السجن يعني مباشرة بعد النطق بالحكم والأكيد بعض المصادق كيقول يعني أنه تشلم الفم ديرو كان بعض المصادق كيقول بأنه داوه للسبيطار لأنه طحل التنصي والسيد أغمي عليه مبقاش كيتكلم يعني لساعات آآ قبل يعني ما يجي طبيب المؤسسة وقوم بمعين دياله ودوه حتى المستعجلات وزيد زافت الأخبار ليه متداولة لكن الحقيقة إخواني أخوتي أنه ويتشينوية راح الآن مازال يعني يعيش بعض الحالة نفسية صعيبة في 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 السجن عكاشا وحياة وحياة صحيرة مستقرة فأكيد أنه يعني في الاستيناف ربما غد زاد العقوبة دياله ربما غد زاد العقوبة دياله إلى ذلك فهذا أكبر خطأ لأن الاستيناف غيزيد ونزل عليه يعني شي سنتين أو لا سالة سنوات وبالتالي يعني خصومي يبقى على هذا الحكم يعني الهيئة الدفاع دياله فاحتوى كاتلناه واحد الجلسة أخرى اللي غد تكون في إطار قضية ديال التجار بالبشر وهذا التجار بالبشر إخواني أخوتي اللي هو موضوع آخر اللي غد نشوفوه في مستجدات لي خطيرة إخواني أخوتي فباش ما نطورش عليكم في هذا الفيديو ما تنسوناش يعني بالتعاليق ديالكم اشتراك اللايك دمتم في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته